نتكلم عن ستنا و أمنا ماريا القبطية فكرة كويسة الله صادقنا اللي في المينيا صور هي ليها أثر بيت لسه فيه أثر ليه وليها مسجد مازال موجود أثره في المينيا انتوا عارفين المينيا بتابعة القارئ حوالي 350 أو 400 كيلو وقلنا لحضراتكم قبل كده مرات ومرات إن سيدنا عمر بن الخطاب قال لعمر بن العاص إذا أردت أن تقبض على مصر تسيطر يعني فعليك بالبهنسة اللي احنا رحناها وزورناها وشفنا فيها البقيع الثاني اللي هو حاجة مليانة أجساد من أجساد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فعشان كده البقيع فيه أكتر من 10 تلاف صحابي وفيه أمهات المؤمنين وفيه أولاد النبي بعضهم يعني مش كلهم فالبقيع هو اسمه بقيع الغرق الغرق قد ده اللي في المدينة المنورة وده جزء من البقيع لأنه مليان بأجساد طاهرة أحبت الرسول وأحبت الدين وجاهدت في سبيل إعلاء الحق والحرية خلي بالك الحرية دي مش من صنع أفلاطون وأرستو وبتاع اليونان اللي هم أول ناس عمل ديمقراطية وبتاع الحرية دي من هي إرادة الله لأنه قال لك من شاء من يؤمن من يؤمن ومن شاء فليقفر أدي أول حاجة طب خد كمان عن الحرية عايز إيه عن الحرية أفلا يتضبرون أفلا يتفكرون أفلا يتذكرون يا جماعة فقروا وتذكروا وعملوا أنتو ما تخليش مش مطلوب حد هو اللي يفقرك ولا هو حد اللي يذكرك ولا هو حد اللي يدبرك أنت تدبر السيدة أم المؤمنين مارية القبطية في ناس تقول لا هي مش أم المؤمنين عندنا حدوتة بقى المارية القبطية فيها بقى كلام كتير جدا حتى أنه البعض لما حكده أنه كان فيه كلام مش لطيف عن السيدة مارية القبطية وعن لأنه إيه اللي حصل بقى أنتو عارفين في سنة سبعة هجري حصل صلح الحديبية اللي هو كانوا المسلمين راحين مكة يعملوا عمره وحصل القصة دي كلها أنتو عارفينها وعملوا الصلح المسلمين ورجعوا بعد ما رجعوا سيدنا محمد بدأ بقى الدين بدأ يبقى تماما فبدأ يبعد بقى ليه كسرى والهرقل والعالم العظماء دي والبقى الرسائل اللي بعضكم عارفها ويمكن لو تحبوا نحكي الحاجات دي بالتفصيل بس بره البرنامج عشان دي تفاصيل ممكن تهب ناس ممكن تبقى ناس يعني مش مش مهتمة لكن تبقى يعني مش مقبلة على الحاجات دي وده يعني الناس حرة فيه مما تختار يعني فسيدنا الرسول عليه السلام بعت رسالة للمقوقص والمقوقص بعت هذه الرسالة ده مكتوب في كل كتب التاريخ نص الرسالة اللي بعاتها المقوقص لنبي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد بن عبد الله من المقوقص عظيم القبط القبط هي المصريين القبط دي مالاش علاقة خالص بديانة خالص القبط هو المصري القديم أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبياً دقاء وكنت أظن أنه سيخرج من الشام يعني لسه في نبي طالع ومتصوراً سيخرج من الشام وقد أقرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهم مكانة في القبط في القبط عظيمة وبكسوة وأهدايته لك بغلة لتركبها والسلام عليكم البغلة كان اسمها دولدل يعني البغلة راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وكان لها اسم وبعد بيقوله من ضمن الحاجات رجل يعني كبير في السن شيخي كده ويعني تقدر تقول إيه باللاص عسل من بنها كان اسمها كده كده فلذلك بنها عليها أن تسعد دائماً بأن بنها كان زمان يقوله بنها بنها العسل ليه بنها دلوقتي ليه لأنه هي كانت مشهورة بالعسل بتاعها كان كويس جداً فبانها أهالي بنها افرحوا لأنكم مقدمتم في يوم من الأيام باللاص من العسل الجميل ويعني تناوله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالحاجات دي تبقى جميلة لما تحس أن انت بنهاوك لو أن انت فيهم الأيام جدودك عملوا زلعة كده ملوها عسل حلو وبعتوه للرسول الكريم الجريتين دول منهم هم بيقولوا أختين يعني بعض القتب ماريا وسيرين فوصلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ يتحدث مع هم بقى فماريا سمعت الكلام عن الإسلام حسب الكتب ما بتحكي فعجبها الدين جداً جداً وقالت له أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله فأخذها عليه الصلاة والسلام لنفسه أما سيرين فقالت له أصلاً الحياة جاية جديدة والمنطقة جديدة علي وأنا مش فهم أنت بتقول إيه وأنا عندي ديانة حلوة مبسوطة بها قوي فمعلش يعني سامحني فطبعاً ما فيش ذا إكراه ما فيش خالص فأعطاها إلى شاعره الكبير والجميل حسان ابن ثابت خالد سيرين وما نعرفش عنها حاجة بها مضت في التاريخ أنا ما عنديش معلومات يمكن في بعض الكتب فيها كلام عن هذه الجارية لكن خلينا في ماريا القبطية هي حسب ما قاله المكوقص من أسرة عظيمة يعني أبوها رجل مهم في المصريين وكانت حسب ما تروا الكتب شديدة الجمال ويقولوا بقى في عينها دعك بقى والكلمة في لغة العربية الكلامة بس كات حلوة جدا حتى إنه في بعض الكحكات تقول ستناعشها رضوان الله عليها ما غيرتش من حد أكتر ما غيرت من ماريا دي ففي الأول خدها سيدنا محمد أعطاها في بيت قريب من بيوت أمهات المؤمنين يعني فقط عارفين كانوا حجر كده تبدأ من الحجرة الموجود فيها الآن الرسول عليه السلام وبعدين حجر يعني سيدات النبي لكن يبدو إنه حصل حاجات يعني سيبك منها المهم إنه ماريا القبطية طلعت في حاجة اسمها العالية إيه العالية دي زي ما تقول يا زي ما تقول أطراف المدينة يعني المدينة كلها هم ساكنين فيها كلهم لكن فيه في الأطراف حتت مش العالية عن حتة عالية لا أطراف في المدينة اللي هي مثلا ممكن أنت تكون ساكن في وسط البلد وعندك شغل مثلا عندك مثلا خيل ولا عندك عاجة فحطتهم زي في الهرم كده أو زي في في زايد أو اكتوبر أو حاجة زي كي وكان في العالية دي يسكن عمر بن الخطاب ودي حاجة كانت ملفتة جدا وحاجة كمان حقصة لطيفة إن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان ساكن في العالية دي فعشان هي بعيدة شوية يعني وعشان هو عنده شغل يعني عنده مثلا أرض مزروعة عنده مثلا أغنام بيرعوها بتاع فكان له صديق من الصحابة برضو مهم جدا إن هو ينزل اليوم المدينة ويرجع يحكي لسيدنا عمر كل اللي حصل وبعدين ينزل سيدنا عمر يرجع وبيرضو يحكي له كل اللي حصل فده كان بينزل اليوم وده كان بينزل اليوم في العالية دي اتخذ سيدنا محمد عبدالسولام مكان لمارية القبطية وكان بيروح لها وبعد بعض الكتب بتذكر أنه كان يروح لها كتير كان بيحبها واضح إنها كانت ستة طبعا فيها يعني حلاوة وشاءوة المصريات وخفت دمهم فاستكان إليها رسول الله وكمان بقى هي راحت عاملة حاجة بقى كانت مهمة جدا انتوا عارفيني إن النبي عليه الصلاة والسلام رزق بسبعة أولاد فاطمة وأم قلسوم وزينب ورقية أم قلسوم ورقية تزوجة أو تزوجت سيدنا عصمان بن عفان واتا ومات ومات الاثنين ماتوا وهم يعني الأولين إذا جوزت سيدنا عصمان وماتت وبعدين الثانية جوزت سيدنا عصمان وماتت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي ثم زينب ولها قصة مؤثرة جدا هي وجوزها برضو ممكن نبقى نحكيها لأنها قصة مؤثرة جدا وماتت برضو وفضلت الوحيدة اللي فضلت للرسول هي السيدة فاطمة الزهراء أما جاب تلت أولاد التلت أولاد هو اسمه أبا القاسم يبقى جاب القاسم وعبد الله وإبراهيم ده جي من مالية جي بعد ما القاسم وعبد الله برضو توفهم الله صغيرين خالص مات صغيرين خالص فجي إبراهيم ده وسيدنا محمد عنده ستين سنة فكان سعيد بيه جدا جدا ويروح يعني يقعد معه ويدلعه وبتاع حاجات زي كده هو توفى فيما يعني هو بيقترب من سنتين وتذكر القطب أنه توفى في إيد النبي عليه السلام يعني كان تعبان جدا كده فمسكوا النبي يقعد يدعيله وبتاع وتوفى والقصة التي أنتوا يعرفينها وإن على فرقك يا إبراهيم يعني لا نقول ما يغضي ربنا وإن على فرقك القصة المعروفة أنه سيدنا محمد بكى فعبد الرحمن بن عوف طبع العرب ما عنده مش كلام منها فعبد الرحمن بن عوف وقف جنبه قاله أتبكي أتبكي يا رسول الله قاله طبعا نعيت ما نعيتش ليه طبعا نعيت فهي دي قصة ماريه القبطية لكن في بقى سؤال ظل يتردد في التاريخ ماشي هل هذه السيدة هي جارية لم يتزوجها الرسول لكنها جارية ملك يمين طبعا هي أمه مؤمنين ولا مش أمه مؤمنين قالك لا هي قطعا لا مش قطعا ممكن لا مش ممكن الأقوال راح توجد بس بقى فيه نقطة عند العرب معروفة انه أنا لما يكون عندي جواعي والجارية تلد ولد تصبح حرة تصبح أم الولد ليه بقى فيها فكرة حلوة واضحة بس عايزة دعباسة ايه الفكرة انه ما تنفعش مارية تبقى جارية هي أمه ليه لأنها ولدة الولد طب الولد ده كبر وأبوه مات فهو ورث ملك ما يملك أبوه هيوري سمه الولد ده كبر وأبوه توفى فأصبح فيه مراس هو أخواته من ضمن مراسه وحياخد جزء من أمه أو ممكن يكون هو وحيد فيوري سمه لا ما ينفعش ده خارج عن حدود اللياقة إذن للجارية حين تضع الولد فهيتصبح حرة لكن الولد توفاه الله لكنها فضلت على زمة النبي طبعا لما توفى النبي كان هنا الحكم اللي هو اتعمل بالفعل إيه بقى أهم شرط أم المؤمنين هي مش كبيرة لأنها جوزت النبي عليه الصلاة والسلام أو التقت بالنبي في سبعة هجري والنبي مات عشر رفاق واخر عشر حجري فهيبقى إذن هي كت صغيرة وماتت بعد النبي بخمس سنين ما عاشتش كتير لما مات النبي ما تجوزتش وعملت من كبار الصحابة بأنها أم المؤمنين ده بقى إيه اللي هو فرق بين القول والفعل إن هي اتعملت كده ولما توفيت جمع عمر الناس وقال لهم ماتت أم المؤمنين ماريا يلا تعالوا وصلوا ودفنوها بجوار زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأنا من حصن حظي مرة كنت في البقيع ولاقيت اتنين قاعدين جميه فقاعدوا شرحوا كل الحاجات فعرفت أنا دلوقتي عرفهم السادي ما بحبش يقول الحاجاتات وده كلام منطق مقبول الراجل قاعد راجل سعودي أسمراني جميل كده عجوز قوي أحد جنبه شاب بعد يحكيه ليقوله هنا في كذا وهنا هنا دول اللي انت شايفهم دول زوجات النبي واللي جنبيهم دول ولاد النبي وهنا فلاني الفلاني وهنا فلاني وأنا أحد بقى يا أخو رفض على السعادة جات لي عالتبطاب ورجل طبعا مش ممكن يكون بيجذب ولا حاجة فهي دفنت في يعني رضي الله عنها فالسعيدة ماريا القبطية الرسول صلى الله عليه وسلم قال احنا لنا في مصر نسب وسهر ماريا القبطية ومين هاجر وإسماعين